اشتركوا في القناة البحرين الحديثة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث شهد البلدان العديد من الزيارات المتبادلة التي شملت كبار المسؤولين من المنامة الى موسكو مسارات من التواصل البناء والمثمر تعززت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذه العلاقات البحرينية الروسية حرص فيها ايضا فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة على تعزيزها وذلك وفقا لرؤى ومنطلقات مشتركة يتفق فيها البلدان وكانت اول زيارة لجلالة الملك المعظم لروسيا في عام 2008 ثم في عام 2014 وهو العام الذي شهد احتفال البلدين بمرور 25 عاما على تأسيس العلاقات كما يضاف لهما زيارة العاهل المعظم في عامي 2015 و2016 وينظر للتطور اللافت في العلاقات المشتركة البحرينية الروسية باعتباره ثمرة لجملة من الزيارات التي قام بها جلالة الملك المعظم لروسيا في غضون السنوات القليلة الماضية وارست هذه الزيارات والتحركات كثيرا من الدعائم الاساسية للتعاون المشترك وقد انعكست توجهاته ورؤية جلالة الملك المعظم في تعزيز التحالفات مع الدول الصديقة وتنويع العلاقات مع مختلف القوى الفاعلة في المجتمع الدولي على خطى حكومة مملكة البحرين الحذيثة برئاسة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حيث شهد البلدان العديد من الزيارات المتبادلة التي شملت كبار المسؤولين منها زيارة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عام 2014 وتتويجا لهذه العلاقات وتأكيدا على الحرص المشترك من قيادتي البلدين على تطويرها تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون في مجالات مختلفة لتؤكد سير البلدين في طريق واحد تجاه كل ما فيه المصلحة المشتركة لهما